السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس اليوم في الوحدة الرابعة القوة 4-6 قانون نيوتن الثالث للحركة ينص قانون نيوتن الثالث للحركة بأنه عندما يتأثر جسمان أحدهما بالآخر فإن القوة التي يؤثر بها كل منهما على الآخر تكون متساوية في المقدار ومتعاكسة في الاتجاه حيث لا بد أن تتصف القوتان التي تشكلان زوج قانون نيوتن الثالث بعدة خصائص هي 1- تؤثران على جسمين مختلفين 2- متساويتان في المقدار 3- متعاكستان في الاتجاه 4- قوتان من نفس النوع 5- ونأخذ مثلا بعض القوى التي تكون من نفس النوع 1- التجاذب بين جسمين حيث تكون القوتين قوة تجاذب 2- التجاذب أو التنافر بين الشحنات الكهربائية حيث تكون القوة هي قوة كهربائية تؤثر كل شحنة على الأخرى 3- التلامس بين جسمان حيث تكون القوة قوة تلامس عمودية يؤثر بها كل جسم على الآخر 4- ربط جسمين عبر السلك وسحب أحدهما نحو الآخر حيث تكون القوة قوة شد 5- تجاذب جسمان أو تنافرهما بفعل المجال المغناطيسي حيث تكون القوة قوة مغناطيسية يؤثر بها كل جسم على الآخر يبين الشكل التالي شخصا يقف على سطح الأرض حيث تكون قوتان جاذبية بين الأرض والإنسان هما زوج قانون نيوتن الثالث فقوة جاذبية الأرض على الإنسان تتساوى مع قوة جاذبية الإنسان على الأرض ولكنهما متعاكسين وكذلك توجد قوة أخرى تمثل زوج قانون نيوتن الثالث وهي قوة التلامس العمودية بين الإنسان والأرض فكل منهما يؤثر على الآخر بقوة تلامس عمودية مساوية بالمقدار ومعاكسة بالاتجاه في حين أنه لا يمكن اعتبار وزن الشخص وقوة التلامس العمودية على سطح الأرض قوتان تمثلان زوج قانون نيوتن الثالث وذلك لأنهما ليستا من نفس النوع انتهى درس اليوم ألتقي بكم على خير